يامسا خير ويأهلا وسهلا بيكم دايما على شاشة النادي الأهل بداية وقبل الدخول في أي تفاصيل اسمحوا لي أن أنا أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث سينة الإرهابي والحقيقة يعني مش بس الأسر الشهداء لكن الحقيقة لمصر كلها قدرنا جميعا أن نحن نمر فترة صعبة فترة عصيبة دفع فيها ولادنا تمن غالي جدا عشان يدونا فرصة بس أن نحن نعيش تهيئة ليمكن أن العشر السنين اللي فاتوا إجمالا ما فيش محافظة ولا مدينة ولا قرية ولا حتى كفر ولا نجع إلا مؤدع جسد شهيد ملفوف بعالم مصر ناس قدمت لنا يعني مثال واضح على الإخلاص وعلى التفاني وعلى الانتماء وعلى يعني أرقى مشاعر التضحية والفداء في سبيل الوطن ما فيش أعتقد تمن الدفع أغلى من ده تمن عشان مصر اللي جاية تبقى بينا وبيكم إن شاء الله بإذن الله أحلى ونحن بإذن الله لها